نظم مشروع ثقافة بلا حدود بالتعاون مع المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة مبادرة بين يديك كتاب وذلك في بيت الحكمة وبحضور عدد من نزلاء المؤسسة بيت الحكمة المفهوم الجديد لمكتبة المستقبل في الشارقة ها هو يستضيف أولى جلسات ثقافة بلا حدود ضمن مبادرة بين يديك كتاب التي استضافت فيها نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة حيث قدم مجموعة من الكتاب الإماراتيين جلسة تحت عنوان التصالح مع ذات استعرضوا فيها تجارب من حياتهم وكيف كانت البداية مع القراءة وبعدها الكتابة لتقديم أكبر قدر من الاستفادة لنزلاء المؤسسة اليوم نحن الهدف الأساسي للعمل على هذه اللقاءات الثقافية هي إعطاء مساحة من الحرية للنزلاء ليبدأ الراي جلسة صراحة مع النزيل مع نفسه الهدف الأساسي لهذه جميع هذه المبادرات إن شاء الله يكون بعد خروج هذا النزيل يكون فرد فعال في هذا المجتمع وموفيد نستهدف من خلالها إلى وضع أهم القيود التي تقول دون تحقيق التصالح الذاتي وتنمية الذات بالإضافة إلى استضافة نخبة من الكتاب الذين ناقشوا كتبهم وأهم القضايا التي تساعد الإنسان في تنمية ذاته والانخراط والدمج في المجتمع الجلسة كانت غنية بسرد التجارب والقصص لنزلاء والحضور في رسالة أمل تعكس حرص المؤسسة العقابية والإصلاحية على التنمية المعارف بين أفراد هذه الفئة من أجل تعزيز ثقافتهم وقيمهم الأخلاقية القراءة يعني بحر محيط واسع جدا لازم أنك تبحر فيه إذا تبغي تنمي عقلك صراحة يعني استفدت أن معلموني كيف ثقافة الوعي يعني كيف لازم ننشر هذه الثقافة كيف لازم مثل ما نقول نبدي القراءة على باقي الأشياء ننشرها ثقافة في المجتمع مبادرة بين يديك كتاب تأتي ضمن الشراكات المجتمعية للمؤسسة العقابية والإصلاحية مع مختلف الجهات في الإمارة التي من شأنها أن تسهم في إعطاء الفرصة للنزيل لتوسيع مداركه والاندماج في المجتمع بعد قضاء فترة محكميته إذن جاءت هذه الجلسة لنقل تجربة الكتاب وتأخذ النزلاء في رحلة مع القراءة وتطوير الذات وهي إحدى رسائل الأمل للمؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة لإخبار الدار ولد الأصبحي من بيت الحكمة بالشارقة